السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس الخامس مقارنة الكسور العشرية الكسور العشرية يا ولادي يعني هيكون عندنا علامة عشرية لما يجي لك سؤال زي كده ويقول لك ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي بص حبيبي خلينا متفقين ان احنا عندنا اصحاب بيت وعندنا الاعداء وان اصحاب البيت كتلة مع بعضهم كده قوة واحدة وان الاعداء لما جم مجوش مرة واحدة لا ده عدو وبعدين عدو وبعدين عدو وده معناه ان احنا اهم حاجة عندنا بنبص عليها هم اصحاب البيت على بعضهم يعني هنا اصحاب البيت كلهم تلاتين يتقروا على بعض وهنا اصحاب البيت تسعة وعشرين يبقوا اصحاب البيت التلاتين هم اللي اكبر بقل علامة ناحيتهم تاني عندي العددين دول دلوقتي دول اصحاب البيت كلهم اربعين والنحية التانية اربعين كده انا معرفت شقار اقوم عامل ايه ناطت على الخانة الاولى في الاعداء هنا عندنا واحد وهنا عندنا صفر يبقى الواحد هو اللي يكسب بقل علامة ناحيتها الله طب وبقيت الخانات يا ميس بقيت الاعداء ولا لك دعوة بيهم هتمشي خانة خانة والخانة اللي تكسب يبقى العدد بتاعها هو اللي كسب من غير ما بص على باقي الارقام تاني هنا اصحاب البيت اتنين وهنا اصحاب البيت اتنين كده معرفتش اقار انا الطنطة هنا تلاتة وهنا تلاتة برضو معرفتش طيب انا الطنطة هنا صفر وهنا الهوى ما فيش حاجة اصلا مين اللي اكبر الصفر ولا الهوى قالك طب ما الصفر هو الهوى بدليل ان الصفر ده مش مهم وممكن اي حرام يجي يسرق ويجري يبقى معنى كده ان هم اللي اتنين قده بعض يبقى انا هكتب يساوي تاني هنا الصحيح صفر العدد الصحيح صفر وهنا الصحيح واحد يبقى الواحد هو اللي يكسب من غير ما بص على اي ارقام تاني تاني هنا اصحاب البيت كلهم على بعد واحد بس هنا عشرة يبقى مين اللي يكسب العشرة بقل على مناحيتها طيب هنا كل اصحاب البيت اربعة وخمسين وهنا خمسة واربعين مين اللي يكسب قالك لا والله الاربعة وخمسين هي اللي تكسب جميل بقل على مناحيتها طب هنا اتنين وهنا اتنين لا ما عرفتش انط نط هنا صفر وهنا صفر لا ما عرفتش انط نط هنا واحد وهنا تسعة مين اللي يكسب التسعة يبقى بقل على مناحيتها طبعا في طريقة تانية صحيحة حد يجي يقولك لا احنا هنساوي الخنات الاول يعني زي ما هنا تلت اعداء المفروض يكونوا هنا تلت اعداء وفيه هنا عدو ناقص فنا هحط مكانه صفر فهنا تتقرى تسعة وتسعين وهنا تتقرى عشرة يبقى معنا كده ان التسعة وتسعين هي اللي اكبر بقل على مناحيتها كده صح وكده صح طيب هنا عندي اصحاب البيت تلاتة بس هنا اصحاب البيت اتنين وتلاتين يبقى كده مين اللي اكبر اللي اتنين وتلاتين بقل على مناحيتها طيب هنا 23 وهنا 23 ما عرفتش أنط نطة هنا 4 وهنا 4 ما عرفتش أنط نطة هنا صفر وهنا الهوى مين اللي يكسب قالك الصفر هو هو الهوى يبقى العلامة ايه يساب طيب هنا 99 وهنا 99 ما عرفتش هنا واحد وهنا واحد مش عارف طيب هنا صفرين وهنا الهوى طيب ما الصفرين هم هم الهوى يبقى أنا هعمل ايه أولادي يساب طيب قبل ما نكمل عشان أضمن لك أنك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص أي فيديو وانزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تتطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس يجي السؤال يقولك ايهما اكبر في كل مما يأتي ده ولا ده والله ده اصحاب البيت ستة وده اصحاب البيت ستاشر بتتقرع لبعضها يبقى الستاشر هي اللي اكبر هعلم عليها طيب هنا الصحيح تسعة وهنا الصحيح تسعة بس هنا معهوش ارايب وهنا جايب ارايب لا يبقى اللي جايب ارايب هو اللي اكتر يبقى انا هعلم عليها تاني هنا اصحاب البيت واحد وتلاتين وهنا تلاتاشر كده مين اللي اكبر الواحد وتلاتين يبقى انا هعلم عليها طيب يجي السؤال يقولك ايهما اصغر في كل مما يأتي يعني انا هعلم على الصغير هنا اصحاب البيت حداشر وهنا اصحاب البيت عشرين يبقى الحداشر هي اللي اصغر وهو طالب منك الاصغر يبقى انا هعلم علي تاني هنا عندي تلاتين وهنا عندي تلاتين معرفتش هنا عندي واحد وهنا عندي واحد معرفتش هنا عندي خمسة وهنا عندي خمسة معرفتش هنا عندي الهوى وهنا عندي خمسة وهو عايز الاصغر يبقى انا هاختر مين الهوى يبقى انا هعلم علي طيب هنا أصحاب البيت ستة وهنا العدد الصحيح سبعة يبقى الستة هي اللي أصغر حتى لو معاها أرايب أعداء كتير الأهم أم أصحاب البيت فلو أصحاب البيت لما تبص لهم تعرف تحدد من الكبير ومن الصغير فمش هيكون في لازمة إن أنا أبص على الأعداء يبقى أنا هاختار الستة طيب تعال نكمل أكبر وأصغر هنا عشري بس ده كسر فأنا عايز علامة جميل أنا عايز علامة أنا عايز علامة طب نتصل بالعلامة ونجيبها طب أنت عايز العلامة ليه؟ قالك أصل هنا هقسم على ألف يعني المفروض حرك العلامة تلت حركات نحية إيج اللي أنا مش بأكل بيها اللي هي إيج الشمال طيب جميل جدا عايزين العلامة عايزين العلامة فالعلامة جت وقفت في مكانها الطبيعي اللي هو فين قدام الأحاد حرقون يا جماعة برحتكم فأمنا واخدين العلامة محرقينها تلت حركات أجي حركة التانية التالتة نحية الشمال فبقت العلامة هنا فلما جيت كتبت كتبت أربعة تلاتة تسعة علامة وحطينا الصفر ده مكان أصحاب البيت علشان الشكل طيب جميل هنا بقى أصحاب البيت صفر وهنا أصحاب البيت تسعة من الكبير فيهم التسعة بق العلامة نحية ده تاني عايزين العلامة عايزين العلامة عايزين العلامة أجي العلامة جت وقفت قدام الأحاد حرقوني برحتكم هتتحرك تلات حركات نحية يجي الشمال أجي كده حركة التانية التالتة وقفت العلامة هنا تعالى نكتب صفر صفر اتنين علامة واحد طيب جميل تعالى نشوف الأصفار المهمة واللي مش مهمة آه والله الصفرين عطر في دول أي حد ممكن يجي يسرقهم ويمشي يبقوا الصفرين دول مش مهمين فانا هشيلهم خالص كده مين معانا في أصحاب البيت هنا واحد صحيح وهنا اتناشر صحيحة يبقى اللي اتناشر هي اللي أكبر تاني عايزين علامة عايزين علامة عايزين علامة جات العلامة وقفت قدام الأحاد المفروض نحركها تلات حركات ناحية يدك الشمال عشان دي اسمه أدي كده حركة التانية التالتة وقفت العلامة هنا يبقى أنا هكتب تسعة 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 علامة صفر هي هي دي هي هي دي يبقى أنا هعمل يساوي طيب تاني عايزين علامة عايزين علامة عايزين علامة جات العلامة وقفت قدام الأحاد مطلوب مننا أن احنا نحركها تلات حركات ناحية ايدي الشمال أدي كده حركة وكمان حركة والألم مش عايز يتحرك ليه بقى يا أولادي عشان ناقص حركة بس الأرقام خلصت في الدروس اللي فاتت قلنا إيه اتزنقت في خانة حط مكانها صفر وساعتها العلامة هتكتب هنا فلما أجي أكتب العدد بتاعي هكتب سبعة سبعة صفر علامة صفر طيب والنحية التانية هنا عندي أصحاب البيت صفر وصفر معرفة شقارن هنا سبعة وهنا صفر من اللي أكبر السبعة يبقى بق العلامة نحيتها حد يطلع يقول لي يا ميس هو الصفر ده مهم طيب أنا رجع زمتك خانة كنت مزنوق فيها وكنت محتاج لها عشان مش هتعرف تنط غير لما تظهر خانة ولا هتعرف تخلص المسألة بتاعتك خانة احتاجت لها وقت الشدة يرديك لما تيجي ويتكتب مكانها صفر ويقول لك الصفر تفضل نط من علي عشان تخلص المسألة وتخلص حيالك وقت الجد ما تخلص المسألة تقول عليه مش مهم ينفع أنا رجع زمتك بس لا يا ولادي أي خانة تتزنق فيها هتحط مكانها صفر يبقى معنى كده أنه هي أنقذتك وقت الديق يبقى أنت لازم يكون عندك أصل وتفضل محتفظ بيها وتعتبرها مهمة طيب جميل اللي بعده دي اسمها صيغة ممتدة طيب تعال نحط كل واحد في مكانه أجي هنا أصحاب البيت والعلامة وأجي هنا الأرائب اللي اتنين صاحب بيت هتكتب هنا الخمسة جزء من عشرة هنا التسعة خلي بالك التسعة مفوتة صفر صفر وبعدين مكتوبة يبقى أنا هفوت خانة وخانة وأكتب تسعة طيب والخانة الفاضية هحط مكانها صفر كده بقى عندي أصحاب البيت ايه هنا اتنين وهنا اتنين ما عرفتش هنا خمسة وهنا تمانية يبقى مين اللي أكبر التمانية بقل على ما نحيته طيب قمت الرقم أربعة في العدد ده أكبر ولا قمت الرقم تلاتة في العدد ده والله قمت الرقم تحب الرقم هينزل الرقم زي ما هو اللي هو اللي أربعة وكل اللي حواليها أصفار طيب التلاتة قمت الرقم تحب الرقم تنزل التلاتة وكل اللي حواليها أصفار كده مين أكبر اللي أربعة من عشرة ولا التلاتة من عشرة لا اللي أربعة من عشرة بقل على ما نحيته تاني عندك صيغة ممتدة برضو التسعة تسعة أصحاب البيت والعلامة هي واحد اتنين خمسة طيب هنا تسعة وهنا تسعة هنا واحد وهنا واحد هنا تنين وهنا تنين هنا الهوى وهنا خمسة يبقى مين اللي أكبر الخمسة بقل على ما نحيته تاني هنا ستين وهنا ستين وبعدين الأعداء نمسكهم خانة خانة اللي بيتمسك على بعضه هم أصحاب البيت بس هنا ستة وهنا صفر يبقى مين اللي أكبر الستة بقل على ما نحيتها وملناش دعوة بباقي الخنات طيب جميل رتب تصاعديا يعني إيه تصاعديا يعني من الصغير للكبير والله هنا تلاتة وتلاتة وهنا خمسة وخمسة يبقى التلاتة هي الصغيرة ما احنا عايزين بقى من الصغير طب مين أصغر التلاتة اللي قبلها ستة ولا التلاتة اللي قبلها ستة قال لك إيه ده هما الاتنين زي بعض بلاش ارجع اللي قبلهم ستة ولا اللي قبلهم واحد لا والله يا ميس اللي قبلهم واحد هو اللي أصغر يبقى دي كده رقم واحد والتانية تبقى رقم اتنين طيب جميل كل مرة بندور على مين مين الاصغر الخمسة اللي قبلها صفر ولا الخمسة اللي قبلها ستة لا والله يميس الخمسة اللي قبلها صفر اصغر جميل يبقى دي كده رقم ثلاثة وبعد كده رقم اربع تاني رتب تنازليا تنازليا يعني ايه من الكبير للصغير فين اكبرهم انا دلوقتي عندي سبعة وتمانية وتمانية وسبعة كده مين الكبير خالص التمانية طب مين اكبر فيهم التمانية اللي قبلها سبعة ولا التمانية اللي قبلها الهوى لا يميس التمانية اللي قبلها سبعة اكبر يبقى دي كده رقم واحد كل مرة هندور على ايه احنا بنقول تنازليا يعني من الكبير يعني احنا كل مرة هندور على الكبير يبقى كده التمانية اللي قبلها سبعة خلاص اللي بعدها على طول مين التمانية اللي لوحدها يبقى دي كده رقم اتنين طيب مين الايه مين الاكبر السبعة اللي وقفة لوحدها ولا السبعة اللي جنبها شوية ناس لا والله السبعة اللي جنبها شوية خنات هي اللي اكبر يبقى دي كده رقم ثلاثة والسبعة اللي وقفة لوحدها دي كده رقم أربع طيب السؤال اللي جاي بيقولك أكمل بكتابة عدد مناسب في كلا مما يأتي ويمديك الشكل ده خلي بالك من حاجة النقط دي ياولادي موجودة ما بين العددين يعني العدد اللي هيتكتب على النقط ده المفروض إنه هو موجود بين العددين طيب العددين اللي عندي دول مين هنا عندي عشرة وهنا عندي عشرة طيب هنا عندي مية وعشرة في الأعداء وهنا عندي مية وطلتاشر فإحنا بنحاول نجيب أعداد ما بين المية وعشرة من ألف والمية وطلتاشر من ألف ولازم تكتب معاهم العشرة صحيح يا طرى بأمين آه والله إحنا هنا عندنا مية وعشرة يبقى العدد اللي ممكن يتكتب هنا عشرة ومية وحداشر جزء من ألف أو عشرة ومية واثناشر جزء من ألف بس كده يعني إيه ياولادي؟ يعني لا العدد الصغير بيتكتب ولا العدد الكبير بيتكتب لإن جي البداية وجي النهاية وإحنا بندور على أعداد موجودة ما بينهم طيب جميل جدا قدر بقى جتلك مسألة زي كده هنا عندي مية تلاتة وعشرين وهنا مية تلاتة وعشرين لكن هنا خانة واحدة بس من الأعداء وهنا تلات خنات طب الحل إيه؟ إن أنا ساوي الخنات وده معناي ياولادي إن أنا هنا جنب الأربعة ممكن أحط صفرين فالأربعة هنا ما بقتش أربعة بقت كام؟ ربع مية والنحية التانية ربع مية وخمسة فإحنا عايزين ندور على أعداد موجودة ما بين الربع مية والربع مية وخمسة أول حاجة والله بعد الربع مية ربع مية وواحد يبقى أنا هنا ممكن أكتب مية تلاتة وعشرين وربع مية وواحد وإوعى تنسى إن أنت لازم تكتب أصحاب البيت وإوعى تنسى إن الخانة اللي بتتغير هنا هي الخانة دي يعني الصفر ملوش دعوة طيب أو ممكن تكتب إيه؟ مية تلاتة وعشرين وربع مية واثنين من ألف أو مية تلاتة وعشرين وربع مية وثلاتة من ألف أو مية تلاتة وعشرين وربع مية واربعة من ألف وهتقف لحد هنا لإنك مش هتقدر تكمل لإن الربع مية وخمسة هي النهاية تمام حبيبي؟ آخر واحدة هنا عنجي تسعتاشر وهنا عنجي تسعتاشر تمام هنا عنجي الأعداء تسعة وتسعين يعني خنتين وهنا عنجي الأعداء تسعمية تسعة وتسعين يعني تلات خنات الله طب ما إحنا لازم نساوي الخنات يبقى أنا هاجي للخنات الأقل وهحط صفر بس خد بالك إحنا بنحط الصفر من برة إوعى تقسم قلب الرقم وتخش تحط إيه الصفر جوه خطأ مش حبيبي؟ طيب كده بقى هنا عنجي تسعمية وتسعين والنهاية تسعمية تسعة وتسعين يبقى أنا بعد بعد التسعمية وتسعين تسعمية واحد وتسعين ولازم أكتب صحاب البيت أو تسعمية تنين وتسعين تسعمية تلاتة وتسعين تسعمية أربعة وتسعين تسعمية خمسة وتسعين تسعمية ستة وتسعين تسعمية سبعة وتسعين تسعمية تمانية وتسعين وهقف وبكرر تاني باقي العدد لازم يتكتب طيب نفهم من كده إيه؟ إن السؤال ده ممكن يتكتب فيه أي عدد تحبه بس بشرط إنه هو يكون ما بين الصغير والكبير يعني في النص مش حبيبي؟ طيب آخر سؤال تتب تصاعدياً يعني إيه تصاعدياً؟ يعني من الصغير للكبير مين أصغرهم؟ قال لك والله يمساناً لما بصيت على أصحاب البيت لقيت هنا تمانية وهنا تمانية وهنا تمانية وهنا تمانية معرفة الشميس سيبك من التمانية هنا صفر وهنا تمانية وهنا تمانية وهنا واحد وإحنا متفقين إنه تصاعدياً يعني من الصغير للكبير مين أصغرهم؟ الصفر يبقى ده كده رقم واحد وبعدين مين؟ الواحد يبقى دي كده رقم اتنين وبعدين مين؟ أنا عندي هنا تمانية وهنا تمانية مش عارف يا ميس من الصغير أرجع هنا تمانية وهنا تمانية برضو يا ميس ما عرفتش مين الصغير ارجع هنا الهوى وهنا تمانية يبقى مين الصغير؟ الهوى يبقى أنا هحط هنا رقم ثلاثة علشان أقدر أحط هنا رقم أربع فبييجي في الوقت ده سؤالين في دماغ الطالب السؤال الأول طب فريد ياميس في رقمين في الترتيب هم هم ما بيحصلش يا ولادي لازم يبقوا مختلفين طب السؤال الثاني أرقم ياميس في الامتحان أكتب واحد اتنين تلاتة اربعة ولا أرجع تاني أكتب الأرقام ترقم صح تكتب الأرقام صح اعمل الأسهلك والواضح أن الأسهل أنك ترقم فوق الأعداد كده صح وكده صح ماشي حبيبي؟ وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي أنا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصف هتلاقي لينك الامتحان ادخل حلل الامتحان عشان ترتحم الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته